السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم دعون من قناة اسهل واسر على الوصفات حباب البي اصدقائي لكم النهاردة معنا وصفة سهلة جدا جدا وسريعة مقلية الخضار اللذيذة على الطريقة الهندية بطريقة سهلة جدا وسريعة وبسيطة قيمتها الغذائية عالية جدا جدا اه كلها خضروات اه وجميلة جدا ان شاء الله تعجبكم معنا هنا اه اه في الاول حاجة معنا تلات بيضات في طبق كبير هتضيفي تلات بيضات في طبق كبير كده بالشكل دا كده زي ما انتم شايفين معنا هنا بقى كرنابيت مبشور هتجيبي اه قطعة كبيرة من الكرنابيت هتبشريها كويس جدا بالشكل ده بشر ناعم وجزر طيل برضو هتبشريهم بشر ناعم بالشكل دا كده هتنزلي بالبيت على البيت الكرنابيت المبشور والجزر المبشور بالشكل ده كده مبشور ناعم جدا كده زي ما انتم شايفين معنا هنا بقى اه اتنين كوسة مبشورين بشري ناعم ومعنا بصل اخضر وبقدونس وعود بقدونس مفرومين فارمي ناعم هنزل بالآ بيهم كلهم مفرومين فارمي ناعم بالشكل ده كده الكوسة والبصل الاخضر والبقدونس مفروم كويس جدا بالشكل ده كده هننزل بالخضروات كلها على البيض بالشكل ده كده ونقلب كويس جدا جدا هننزل بقى عليهم بنص كباية من الدقيق المنخول ومعلقة صغيرة من البكنج بودر ورشة من الملح وشوي التوابل كده مشكلين زي ما تحبي وهتقلب كويس جدا جدا بعد كده بقى فتوسع على النار وفيها زيت ساخن هتبدأي بالمعلقة تضيفي قطعة بقطعة بالشكل ده كده وهتسيبيها ديئتين وبعد كده هتقلبيها على الجنب التاني جميلة جدا المصفة سهلة جدا وسريعة آآ على طريقة الدول الاسيوية ومغزية جدا جدا وكمتها الغزائية عالية وهيحبها الاطفال جدا ان شاء الله تعجبكم ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وما تنسيش تفعل الجرس عشان كل يوم معانا وصفات سهلة وسريعة توصلك ان شاء الله واشوفكم فيديوهات قادمة ان شاء الله ويا رب الفيديو عادي। اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر